شاركت قوات الجيش الفرنسي إلى جانب الشرطة في العاصمة فاريس اليوم السبت للتعامل مع احتجاجات السطرات الصفر المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وبدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين تتجمع في مناطق أخرى من باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبيرة في أحدث الاحتجاجات التي بدأت في شهر 22 نوفمبر الماضي بعد غضب عام من زيادة الضرائب على الوقود